في موضوع آخر ستنطلق غدنا الأحد عملية الإحصاء العام للسكان والتي تعتبر وسيلة لتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف ضمان تكفل أفضل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحصين الخدمة العمومية وتكتسي هذه العملية التي تدوم لغاية التاسع أكتوبر القادم طابعا استراتيجيا حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي بشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لا سيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفاق 2030